موجة من الغضب العارم داخل الأوساط المغربية خلفه الهجوم الصاروخي الفاشل لميليشيات الحوتيين الطائفية على مكة المكرمة مهبط الوحي ونقطة انطلاق آخر الرسائل السماوية الدين الإسلامي الحنيف ننذد بهذه المحاولة الإجرامية التي تعتبر محاولة لأنيل من المقدسات الإسلامية أكيد بأنها ليست المرة الأولى التي سهدف فيها هذا التنظيم الإرهابي للحوتيين الأماكن المقدسة والسعي كذلك للنيل من الوحدة الترابية وكذلك أمن المواطنين بالمملكة العربية السعودية نتمنى أن يكون هناك موقف إسلامي موحد ضد هذه الأعمال المتكررة وأن يكون للموقف كذلك الإيجابي للمنتظم الدولي إمكانية للحد من هذا التطاول المغاربة اعتبروا أن استهداف قبلة المسلمين بمختلف مداهبهم وطوائفهم يؤكد الإجرام الذي وصلت إليه هذه الفئة الضالة في اليمن ومن يقف وراء دعمها وتسليحها داعين مختلف البلدان الإسلامية إلى وضع حد لنشاط هذه الميليشيات ودعم الحكومة الشرعية في الجمهورية اليمنية بقيادة الرئيس عبدرب منصور هادي وزيادة دعم قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربي السعودية والتي تمثل المغرب فيها أصراب من قواته المسلحة الجوية الملكية استهداف الحتيين لمكة المكرمة في هذا التوقيت بالذات له ذلالة عدة منها أننا على أبواب موسم الحج وهناك انتجاه للنيل من الأمن الروحي للمسلمين وكذلك لتعكير أجواء الحج بالنسبة لمختلف الحجاج الذين سيريدون على المملكة العربية السعودية أكيد بأنه تهديد خطير لوحدة الأمة الإسلامية وكانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت عن تمكن قوات الدفاع الجوي في التحالف مساء الخميس من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوتية باتجاه منطقة مكة المكرمة في محاولة يائسة منها لإفساد موسم الحج المصطفى العسري قناة الإخبارية موسيقى